اشتركوا في القناة ويمكن لاكس يمكن ما حددش بشكل رسمي ملعب المباراة اللي ستضيف لقاء القمة الافريقية والعربية بين الاهلي والزمالك وحسب معلوماتي ان لغاية اللحظة دي لسه في مشاورات ما بين المسؤولين في الاتحاد الافريقي لاختيار ملعب من الملاعب المطروحة في الرياض والاتحاد الافريقي بيفكر فيه اكبر ساعة جماهرية بيفكر فيه ملعب فيه كل الامكانيات المتاحة للصدافة مباراة الاهلي والزمالك عموما زي ما قلت الحلقة اللي قبل اللي فاتت مش هيتحدد مكان الملعب دلوقتي لسه قدامنا ايام قليلا جدا قبل نهاية هذا الاسبوع او خلال الساعات القليلة المقبلة هيتحدد الملعب بشكل رسمي ولكن تسهيلات سفر الجماهير الكافة بيعكف بشكل كبير جدا على هذه الاجراءات ازاي يبقى فيه سفر للجماهير من كل مكان في العالم لحضور هذا اللقاء في الرياض طاقم حكام هذه المباراة ممكن يتحدد امتى حاليا فيه معسكر للحكام المحترفين ويمكن المعسكر اللي مقام حاليا هو اللي على اساس هذا المعسكر هيتم تحديد من خلاله حكام مباراة الاهلي والزمالك معلومة ده يمكن جديدة شوية لحضراتكم لسه المباراة باقي على شهرين والناس تقول لي بادري اوي تعينات حكام مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك دلوقتي انا متفق معاك ولكن انا بقول لكم على معلومة الاتحاد الافريقي عامل معسكر حاليا للحكام المحترفين وعدد الحكام المحترفين يعني في حدود حوالي 14-15 حكم ساحة هؤلاء الحكام اللي موجودين دلوقتي في معسكر باحدى دول غرب افريقيا هيتم اختيار حكم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك من بينهم اي حكم خارج هذه القيمة لن يدير مباراة الاهلي والزمالك مين قيمة الخمستاشر في حلقة بكرة بإذن الله هعلن لحضراتكم الخمستاشر حكم اللي حاليا الاتحاد الافريقي عامل لهم معسكر مغلق ومعسكر للبروفيشنال عشان على اساس هذا المعسكر هيتم اختيار حكم مباراة القمة يوم 27-9 اذا الجديد اللي عندنا النهاردة في مباراة السوبر الافريقي حكتين اول حاجة موضوع الملعب خلال ساعات لان المتحدث الاعلامي بالامس اكد اللي احنا قلناه لم يتم حسم المكان والملعب والحاجة التانية حكام مباراة الاهلي والزمالك ممكن يكونوا متاحين امتى بعد المعسكر اللي انطلق حاليا في احدى دول غرب افريقي هنعرف من خلالهم من الحكم الاقرب والمرشح ولكن القيمة الخمستاشر حكم بقرة بازن الله هل لكم الخمستاشر حكم من بينهم بالطبع حكم مصري وهو الكابتن امين عمر واكيد مش هو اللي هيدير مباراة القمة يعني ولكن عن حول قدر الامكان نعرف لكم الحكام المرشحة لادارة السوبر الافريقي ما بين الاهل والزمالك قبل موعد المباراة بفترة كبيرة وعن لكم القيمة الحكام بقرة بازن الله عموما دي كانت ابرز التفاصيل اللي معانا بشأن الاخبار المتعلقة بالتحقيق